أنا عايز أقولك إن النقطة الثالثة وتحديداً الأول ثلاث نقاط بيتكلموا في نقطة مهمة جداً ألا وهي الحكم المصري النادي الأهلي عينوا على تطوير الحكم المصري لدرجة النادي الأهلي بيطالب في بيانه بإنك تمنح التحكيم المصري رواتب مجزية بحيث إن الحكم يركز في شغله شغله اللي هو إيه؟ شغله اللي هو التحكيم ما يبقاش مشتت ما يبقاش عنده صعوبات في التعامل مع المباريات ما يبقاش التحكيم المصري بالنسبة له جنب شغله الأساسي يتفرغ للتحكيم يبقى محترف فبالتالي أنت محتاج تمنح رواتب إضافية للتحكيم المصري لكن في نقطة كابتن هيسم اللي نادي الأهلي أشار إليها ومن وجهة نظري هو بيضيء ضوء أحمر لبعض الحكام حضراتكم تابعتم أخطاء تحكمية فادحة في وجود تقنية الفيديو عدم تدخل من حكم الفيديو كل خبراء التحكيم اتكلموا بشكل أو بآخر على مدار السنتين ونصف الماضيتين على فكرة الأخطاء التحكمية الفادحة في وجود تقنية الفيديو فبالتالي النادي الأهلي بيطالب بما أن ما فيش في بروتوكول الفار ما يمنع أو ما يؤكد فكرة الاطلاع على التسجيلات وقت الحالات التحكمية الحرجة فالنادي الأهلي بيقول ليه لا الآن دية ما تسمعش ما يدور داخل غرفة تقنية الفيديو أثناء الحالات التحكمية الحرجة البعض أنا يقول أن ما فيش باندي يمنع يعني ما فيش باندي اقتقال في بروتوكول الفار أنه يا جماعة لا ما ينفعش نسمع المدولات اللي بتحصل في الفار فمن منطلق الشفافية النادي الأهلي بيطالب ده لو في نص يعني صريح في البرتوكول بتاع الفار أكيد النادي الأهلي ما كانش طالب بيه ولكن ده جي إمتى أحمد إيه جي لما النادي الأهلي يعني زي ما يقوله فاض بالكيل لما لقى حالات واضحة مش محتاجة إحنا كمشاهد أنت شايف وقدر تحدد الفار ما بالك الفار بكاميراته اللي هي أكتر تخصص وأكتر احترافية إزاي ما شافش ده أو إزاي فمن الحق النادي الأهلي يطالب أنه يسمع اللي بيدور البعض يطلع يقول يعني ده أنت كده بتشكك في أداية التحكيم المصري لا أنا لما أكون المادة الأولى والمادة التانية والمادة التالتة بطالب بتطوير التحكيم المصري ليه ما بتاخدش المادة دي كنوع من أنواع التطوير للتحكيم المصري فكرة التعامل ما بين تقنية الفيديو غرفة الحكم الفار وحكم الساحة لما تكون فيه أخطاء واضحة بالشكل ده إيه اللي بيتم بينهم إيه الحديث اللي ممكن يتم بينهم مين المرائب على حكم تقنية الفيديو هل فيه مشكلة زي ما بعض الحكام في بعض الأوقات وفي اللقاءات الجانبية بيقول أصلحنا ما عندناش بعض الكاميرات اللي بتعرض على الشاشة كلام مش حقيقي فيه مشكلة وفيه أزمة حقيقة في تطبيق بروتكوين الفار ده بروتكول وده سيستم وده توزيع كاميرات بشكل معين بريزيليوشن معين لو أنت مش أبلاي هذا السيستم مش هيبقى عندك أو مش هيتطبق الفار في مطشاطك فإذن ستاندرد معايا إحنا ماشيين به فأكيد الكاميرات بتاعت الفار بتجيب أكتر لما تبقى حاجة واضحة للمشاهد والفار ما يتدخلش يبقى هنا النادي الأهلي لازم يطالب والامتلات نقاط الأولين مفهمش أي غضا ده تطوير من أداء المنظوم ترجمة نانسي قنقر